بدأ مشروع تجديد الاستاذ الوطني الصيني المعروف باسم عش الطائر في إبريل من العام الماضي واستمر لمدة عام ونصف واستكمل في نهاية أكتوبر من هذا العام وخلال فترة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية عام 2022 سيرحب عش الطائر بالجماهر الصينية والأجنبية بمناظر جديدة منذ 31 مارس عام 2017 وبعدما يقرب من 1671 يوما من العمل الشاق أكمل عشرة الآلاف من بنات الألعاب الأولمبية الشتوية في بيكين جميع مهام البناء وقد تم اعتماد جميع مواقع المنافسة من قبل المنظمات الدولية وتم اختبارها والتفتيشها يحقق بناء مواقع المسابقات لأولمبياد بيكين الشتوية تقدمات في مجالات التكنولوجيا وحماية البيئة وغيرها من المجالات الأخرى فأصبحت الألعاب الأولمبية الشتوية في بيكين أول دورة ألعاب أولمبية في التاريخ تستخدم طاقة الكهرباء الخضراء بنسبة 100% من خلال بناء أول مشروع لشبكة الطاقة الكهربائية المارنة بقدرة 500 كيلو فولت إضافة إلى ذلك يتضمن بناء مواقع المسابقات لأولمبياد بكين الشتوي العديد من العناصر الصينية مما يعكس ثقافة الصينية العميقة